في الفيديو السابق شرفنا كيف نسخت المعلومات الوراثية من الـ DNA إلى الـ RNA الحين الخلية لازم تترجم هذه التعليمات عشان تكون البروتين وهنا تبتدي عملية الترجمة فمرحبا بكم أنا رحمة غافري واليوم رح نطفل عدمة في ترجمة الجينات ينتقل الـ mRNA خارج النواع إلى السايتو بلازم وهو عبارة عن سائل هلامي يملأ كل المساحة الموجودة بين النواع وغشاء الخلية يعطي الخلية شكلها وقوامها وفيه تتبع عمليات كثيرة من ضمنها الترجمة في السايتو بلازم يوجد الريبوزوم الريبوزوم مركب كبير من البروتين والحمض النووي الريبوزي واسمه ريبوزوم الـ RNA أو R-RNA يعمل كآلة تقرأ التعليمات من الـ mRNA وتركب سلسلة الأحماض الأمينية اللي يتكون منها البروتين وهناك أيضاً Transfer RNA أو T-RNA اللي يعمل كحلقة توصل ما بين الـ mRNA وبين سلسلة الأحماض الأمينية كل T-RNA يحمل حمض معين وأيضاً يحمل كودون مضاد يتناسب مع الكودون اللي في الـ mRNA في الكودون كل سلاثة نيوكلتايتز تسمى كودون وكل كودون يصنع حمض أميني معين عملية الترجمة أيضاً تمر بثلاث مراشل مرحلة البدء الريبوزوم عبارة عن وحدتين وحدة كبيرة ووحدة صغيرة الوحدة الصغيرة تمسك في الـ mRNA اللي باتجاه خمسة إلى ثلاثة برايم وتبتدي تبحث عن كودون اللي راح يسمح لها تبتدي الترجمة وهو AUG ولما تمسك فيه تجي الوحدة الكبيرة وتشبك مع الوحدة الصغيرة ومعها يجي T-RNA ويحمل مضاد كودون UAC يتناسب مع كودون البدء المرحلة الثانية وهي الاستطالة في الريبوزوم هناك ثلاث محطات يمر عليها T-RNA في رحلته المحطة الأولى أمينويسل أو الأي سايت المحطة الثانية بيبتديل أو البي سايت المحطة الثالثة إكزيت أو الأي سايت خلوا في بالكم إنه جزء الـ T-RNA في الريبوزوم ما يتحرك ولكن المحطات هي اللي تتحرك خلوني أشرح لكم إحنا اتفقنا إنه لما الريبوزوم يمسك في الـ mRNA ويحدد كودون البدء يجي الـ TRN اللي عنده كودون مضاد يتناسب مع كودون البدء وهذا الكودون المضاد أيضا هو شفرة حمض المثاينين عملية البدء هذه تتم في الـ P-Site وبعده يجي الـ TRN آخر بحمض أميني آخر ويمسك في الكودون اللي في محطة الـ A-Site يتحرك الريبوزوم للأمام فتتغير المحطات يعني محطة الـ A-Site أصبحت محطة الـ P-Site واللي كانت في الـ P-Site أصبحت E-Site التيراني اللي فيه كودون مضاد لكودون البدء ينزل حمض المثاينين في محطة الـ P-Site ومحركة الريبوزوم للأمام تتغير المحطة إلى محطة المغادرة أو الـ E-Site وهنا يفصل التيراني عن الريبوزوم ويخرج منه وفي نفس الوقت التيراني اللي كان في محطة الـ A-Site يصبح في محطة الـ P-Site وينزل الحمض الأميني اللي جايبه معه زي البرولين وتقوم الوحدة الكبيرة بشبك الأحماض الأمينية مع بعضها في سلسلة طويلة مثلا تشبك المثاينين مع البرولين وفي محطة الـ A-Site يجي تيراني آخر يمسك في كودون الـ mRNA ويجيب معه حمض أميني آخر وهكذا باختصار يشبك التيراني في الـ mRNA في محطة الـ A-Site وينزل الحمض الأميني في الـ P-Site ويغادر الريبوزوم من محطة الـ E-Site وتتكرر العملية لحد ما يقوم الريبوزوم بترجمة الجين كامل ويكون سلسلة من الأحماض الأمينية اللي تكون بروتين واحد فقط مرحلة الانتهاء تتكرر هذه الخطوات وتستمر سلسلة الأحماض الأمينية في الاستطالة حتى توصل إلى أحد كودونات الوقف UAA, UAG أو UGA هالنوع من الكودونات لا يوجد لها كودون مضايد في التيراني وبالتالي لا يمكن أنها تكون أحماض أمينية لكن وجودها يحفز عوامل الإطلاق أو releasing factors اللي تساعد في توقف عملية الترجمة وتفصل شريط الـ mRNA عن الريبوزوم وتخلي الوحدة الكبيرة والصغيرة ينفصل عن بعض وتفصل التيراني عن سلسلة الأحماض الأمينية المرتبطة فيها وهذا السلسلة تشكل بروتين جاهز يمر بمراحل من التعديلات والتغييرات اللي تحدد وظيفته في جسم الإنسان عملية النسخ والترجمة عملية معقدة ورائعة وهي أساس كل أشكال الحياة على الأرض من أصغر الكائنات كالبكتيريا إلى أكثر الكائنات تعقيداً كالبشر وفهم عملية النسخ والترجمة هو مفتاح لفهم أجسامنا وفهم الأمراض التي تصيبنا وتطوير تقنيات جديدة لعلاج هذه الأمراض ورفع جودة صحتنا زي مثلاً تقنية CRISPR-Cas9 اللي راح نتكلم عنها في فيديو آخر من هذه السلسلة إلى ذلك الوقت شكراً لكم ونلتقي في فيديو آخر شكراً لكم ونلتقي في فيديو آخر